فباستقبال البيانات احنا وضحنا انه البيانات هي مجموعة الحروف والرموز والارقام اللي بعدين تم معالجتها وتغيرها الى شكل اخر فتصبح ادنى معلومات هذه معلومات ممكن انه يخرجها الان الكمبيوتر او الحاسوب بشكل اما على الشاشة او مطبوعة او انه يخزن هذه المعلومات بعملية التخزين او الستوريج اللي هي الاحتفاظ بالبيانات حتى نسترجعها في وقت اخر وطبعا المكان اللي نخزن بهذه المعلومات احنا نسميه الذاكرة او الميموري ما هي مميزات الحاسوب؟ سرعة في انجاز العمليات سرعة في ادخال البيانات واسترجعها واسترجع المعلومات دقة النتائج اللي تتوقف ايضا على دقة البيانات المدخلة للحاسوب يعني مثلا يعني مثلا اذا انطي رقم واحد ورقم خمسة وانطي لعملية الجمع هنا ما ممكن انه مثلا واحد زائد خمسة يكون عشرة ليش؟ لانه معلومات البيانات اللي انطيتها هي بيانات دقيقة بيانات حقيقية فأكيد الناتج رح يكون حقيقي فجقد ما يكون البيانات اللي احنا مدخنيها للحاسوب او اللي احنا نطيه اياه تكون دقيقة كلما كان الناتج او النتائج كانت دقيقة اضافة للقدرة على تخزين المعلومات وتقييص دور الانسان خصوصا مثلا في المعامل اللي تعمل آليا او احنا اللي تنشوفه احنا مثلا حاليا بالوضع الحالي ويا مرض الكورونا وتنشوف الامثلة اللي تظهر ويا استخدام الروبوتكس او الروبوتات احنا دور الانسان مثلا كان مقيد مثلا خوفه من العدوى والاصابة فلذلك احنا اعتمدنا على الحاسبات او الروبوتات الروبوتات امكانية اتخاذ القرار طبعا حسب الشروط الموضوعة يعني مثلا يعني انطيت البرنامج قلت انه انه اذا انت راح تبقى تتجه الى الامام اذا شفت عائق او يعني تريد تستضن بهذا العائق فانت اتجه نحو اليسار او نحو اليمين فاذا هو قادر على اتخاذ قرار حسب الشروط او مثلا مشارطا يكون روبوت ممكن حتى برنامج عادي مثلا اقول اجمع الرقمين اجمع واحد يعني اجمع الرقم الاول والرقم الثاني اذا كان الرقم الناتج الجمع هو مثلا عدد زوجي اطبع لي على شاشة عدد زوجي يعني كلمة او جملة عدد زوجي واذا مثلا كان عدد اصغر من الصفر اللي هو لا اعرفون اذا مثلا كان الناتج عدد فردي فاطبع لي على الشاشة انه هو عدد فردي فاذا هو عنده القدرة على اتخاذ قرار فسازم احنا ننطي الشرط اما مجالات استخدام الحاسوب فهي اكيد مجالات كثيرة ومتعددة مضمنها التجارية والاقتصادية الطبية العسكرية احنا استخداماتنا الشخصية يعني هسا احنا اذا استخدم اللابتوب او الحاسوب في سبيل انه اذا اقدم محاضرة اونلاين لكم او انتو ممكن تستخدمون اللابتوب او الكمبيوتر بالمثلا استماع الهايب محاضرة او حتى ممكن انو تلعبون الالعاب او مثلا تستخدمون بمعالج النصوص الورد الاكسل الى اخره من الاستخدامات الشخصية نعم ما هي مكونات الحاسوب مكونات الحاسوب احنا قسمناها قسمناها الى قسمين رئيسية قسمناها الى قسمين رئيسية اللي هي الكيان المادي او الهاردوير والكيان البرمجي او السوفتوير شنو اللي نقصده بالكيان المادي رجعنا قسمناها الى عدة اقسام اللي هي اجهزة الادخال اي جهاز ياخذ المعلومات من المستخدم يعني اجهزة الادخال اللي هي تأخذ المعلومات تأخذ المعلومات من المستخدم من المستخدم الى الحاسبة تأخذ المعلومات من المستخدم الى الحاسبة مثليش؟ مثلا الماوس الكيبورد القلم الضوئي الى اخره هذه هي كلها شنو كلها احنا نعتبرها اجهزة ادخال اما اما اجهزة الاخراج اجهزة الاخراج فهي العكس هي اللي تاخذ المعلومات تاخذ المعلومات طبعا المفروض عن يكون اداق واقول انه هي تاخذ البيانات من المستخدم طبعا بالنسبة لأجهزة الادخال اما الاخراج فهي تاخذ المعلومات من الحاسوب وتعطيها الى المستخدم عفوا المستخدم فتاخذ المعلومات من الحاسوب وتعطيها الى المستخدم ممكن انه تكون هذه المعلومات ممكن تكون هذه المعلومات اللي ظاهرة من الحاسوب ممكن انه تكون بشكل صورة يعني او شكل مطبوع فمن امثلة اجهزة الاخراج ممكن يكون الطابعة ممكن يكون الشاشة ممكن يكون الصوت باستخدام السماعات عندنا ادخل اجهزة الادخال عفوا ممكن كل سكانر ايضا يعتبر من اجهزة الادخال ليش؟ لانه احنا دناخذ شي من المستخدم اللي هي الصورة او الورقة اين يكون دنحولها الى صورة ونرجع نمطيها للحاسوب بشكل مثلا صورة او حتى OCR من المكونات المادية ايضا اللي هي وحدة المعالجة المركزية الـ Central Processing Unit تخيلوها العقل عقل الانسان يعني احنا عدنا عدنا ايدنا نقدر احنا نستعملها لكن اذا ما يجيها الاعاز من الدماغ هي غير قادرة عن الحركة هذي العضلات العضلات ما تنقبض وتنبسط الا باعاز من الدماغ فالمثلا احنا نلزمنا شي ساخن حار تمكننا تشاي حار او خبزة حارة فالمتحسسات اللي موجودة على الاصابع هذي شنو رح تنطينا بيانات رح تنطينا بيانات بيانات درجة الحرارة رح تروح هذي البيانات الى الدماغ رح يعالجها رح يشوف انو هذي درجة الحرارة هي درجة حرارة كبيرة ممكن انو سبب مثلا الحرق الجلدنا او ايدينا فيرجع ينطي الاعاز الى الامن الى العضلة انو نقولها انقبضي يعني او الايدنا نقولها اوفي هذا الشي الحار او يعني ذبي او عوفي هذا درجة حرارة عالية رح تتأذين فهي هذي وحدة المعالجة المركزية هي الدماغ للحاسوب بالنسبة لكيان البرمج او السوفتوير السوفتوير قسمنا الى نوعين اللي هو انظمة التشغيل انظمة التشغيل اللي هي تخلي الحاسوب يشتغل لكل هاردوير لكل هاردوير اني احتاج سوفتوير يشغله لكل هاردوير يعني مثلا هسا احنا بالانظمة التشغيل الحديثة من انظمة التشغيل مثلا اغلبنا يستخدم الويندوز او قسم يستخدمون اللينكس قسم يستخدمون الماك بمثلا سابقا اذا اريد اشتري جهاز او عفوا مثلا كارت شاشة كارت الشاشة حتى انصبه بالحاسبة لازم عندي قرصة تعريف مارته لازم اعرفها لكل هاردوير اكو سوفتوير هسا بالانظمة التشغيل الحديثة عادة ان ما تجي اغلب التعريفات موجودة وياها فنظمة التشغيل هي اللي تشغل بالحاسبة اما البرامج التطبيقية البرامج التطبيقية هي اي برنامج احنا نستخدمه حتى يديننا في الغرض معين ان كان ورد ان كان اكسل ان كان فوتوشوب ان كان هذا البرنامج اللي سعني مستخدمته البرامج الى اخره فهذه هي تعتبر من البرامج التطبيقية محاضرتنا لهنا لهذا اليوم انتهت احنا مثل ما قلنا احنا المصدر مالتنا هو احنا مصدرنا هو الكتاب الاساسيات الحاسوب التطبيقات المركزية المكتبية عفون جزء الاول الواجب احتاج انه انتو تحضرون الواجب اللي هو من انواع الحواسي بصبحة 28 الى الفصل الثاني صبحة 37 اعادة سريعة اللي احنا اخذنا اليوم او اللي اتناولنا اليوم بالمحاضرة سوينا مراجعة للمحاضرة السابقة تعرفنا على شنه هو الحاسوب الالكتروني ومين اجتي تسمية الكمبيوتر شفنا الفرق ما بين البيانات والمعلومات انطلنا شنه هي مميزات الحاسوب ومجالات استخدامه وما هي المكونات الحاسوب وقلنا احنا قسمناها الى قسمين رئيسية اللي هي الهاردوير والسوفتوير بعدين رجعنا قسمنا الهاردوير الى اجزاء والسوفتوير الى اجزاء اتمنى ان تكونوا سفاديتوا من محاضرة اليوم واتمنى انو انتو تحضرون الواجب رح ينزل عن هذي محاضرة رح ينزل كوز بسيط الهدف من عنده انو فقط انو انا اعرف انو هذي محاضرة فعلا وصلت لكم السفاديتوا من عندها فهمتوها وان كان عندكم اي سؤال فعني موجودة اياكم بالصاف ونزلتلكم الجدول اللي رح اكون انا متواجدة بي وياكم وان شاء الله يا ربي كل التوفيق اشتركوا في القناة